قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المالية العامة لبلاده متوازنة بشكل عام وخلال كلمته في الجلسة العامة لمنتدى سان بيترسبيرغ الاقتصادية الدولي أضف بوتين أنه يتعين زيادة الانفاق الدفاعي لتعزيز أمن روسيا تمكننا من الحصول على نوع من الاستقرار الاقتصادي وتمكننا من فرض أليات ضرائبية ونغضية وزدنا الطلب على صعيد الاقتصاد ووفرنا عمل بالنسبة لها الشركات الناشئة ولقد أيضا تفدينا أن ترتفع الأسعار بطريقة غير منطقية ونعرف أن هذه السياسات الاقتصاد الكلية ستكون مهمة جدا وستتسمح لنا بإيقاف ارتفاع نسبة التضخم ويجب أن نذكركم أنه خلال فترة انتشار الفيروس كورونا واجهنا بعض المشكلات الاقتصادية ولكن زدنا العجل إلى 5.7% من أجمال نتج المحلي هلما أنه كانت هناك بعض من الفاضي بـ 4% على ميزانياتنا ولكن نحن نعرف الآن أننا تمكننا من إيجاد توازن لهذه دفعات العامة ترجمة نانسي قنقر